إذا أخذت شيئا من أشياء والدي أو عمي أو عمتي أو جدي أو جدتي دون علمهم فماذا يكون الحكم بالنسبة لجلالكم الله خيرا؟ الحكم هو أن هذا لا يجوج لا يجوج الإنسان أن يأخذ شيئا من مال أحد سواء كان قريبا له أو قريب إلا بإذنه قولي بسم الله عليه وسلم لا يكل ما نومي المسلم إلا بطيبة من نفسه الله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم وينكم بذاتك يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون مجارة عن تراضيكم فلا يجد أخذ مال الإنسان لغير إذنه إلا بما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلت المرأة إذا كان جوجها لا يرطيها من النفطة ما يكفيها وظهرت بماله إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له الحكمة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها لأنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح لا يرطيها من يكفيها وولدها بالمعروف فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف لأن هذا حق لها لم تدعب فيه عليه أما إذا كان الجوج ينفط وطائم بالنفطة لا يجد لها أن تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه وكذلك سائر الأقارب والسائر الناس لا تسل أموالهم إلا بإذنه إلا ما كان من الوالد ما يأخذ من مال ولده فمن الوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يغرره ولا يستاجه لأن الوالد وما له الأبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن عطيب ما أكلتم من تسبكم وإن أولادكم من تسبكم لذلكم الله خيرا